السلام عليكم اهلا بكم احبائي اتمنى يارب تكونوا بخير اليوم على عجل وباستعراض بسيط بدقائك بسيطة كيف ممكن نطلع مخرج جميل جدا جدا بتصميمنا على باوربوينت وقدم شرائح تحرافية بابسط الامكانية تابعوني حتى النهاية بعد ما قمنا بتشغيل برنامج راح نتوجه الى ادراج ومن الاشكال بناخد مستطيلة لزوايا مستديرة. وبعطي الزاوية التفاف بالاقواس العلوية تكون معي بهذا الشكل. متل ما انا شايفين بالضبط راح نضيقها شوي. تمام? باخد منها نسخة تانية وبعملها عملية تكبير شوي. تمام بهذا الشكل. ونسخة تالتي. كمان نعمل عملية تكبير الالة بهذا الشكل. خلنا نضيقها هون شوي. تمام. راح نكرر هي النسخة لهون. ومن كرير هاي النسخة لهون. راح نحدد كل الاشكال. وبعمل عمل عملية او تكرار لالكل. متل ما انا شايفين راتب اشكالنا بالطريقة يلي بتناسب. خلني ارجع اختار هدول الاشكال مرة تانية. وعمل عملية تكرار لالون. بهذا المكان بالزات. راح نختار كنترول زايد اي ومنعمل او تجميع لكل هايدي الاشكال وصوروا معي متل ما انا شايفين شكل واحد. راح انقر بالعمين. متوجه الى تنسيق وبنجي الى تعبئة. تمام? وبنختار تعبئة صورة او مادة. وبنختار ادراج وانت بيكون مجهز صورياتك. راح اختار صورة لها على التعيين. واللي يكون على سبيل المسال. هايدي الصورة. وبنختار الخط بلا خط رسم لحتى يبقى معي بهذا الشكل. راح نجي الى الخلفية. نختار تنسيق الخلفية. وبنختار تعبئة خالصة بلون معين. وبجي بختار اللون من الصورة اللي انا كنت شغال عليها لادراجتها يعني. فبختار بالنفس العائلة. متل ما انا شايفين حتى تكون عندي انسجام جميل جدا جدا لعرض الصورة حيس تكون نفس محاكاة الخلفية تماما. فينا نعمل صورة تانية. نعمل شريحة جديدة. لتوجه الى ادراج ومن الاشكال بناخد نفس الشكل. تمام? خليني نرجع نعيد مرة تانية. تمام. الان بنكر مع السحب لحتى ارسم هذا الحيز متل ما شايفين? هاي دي المساحة. بعمل منها تكرار لهون. ورح نوسعها كمان شوي. بختار لهون. تمام? خلنا نضيقك هون شوي. وبعمل لعملية تكرار. هون يكنها صغيرة. تمام? ونوسع لهون بهذا الشكل. متل ما انا شايفين? اصدقائي بالضبط. فينا نحن نعيد نفس الاشكال. وناخد اي مساحات واي ترتيب بناسب. العرض نحن شغالين عليه. ولا يكون معي بهذا الشكل متل ما انا شايفين بالضبط. الان راح اروح الى ادراج ومن اشكال بناخد مستطيل ومنرسم مستطيل على قدر الشريحة كاملة متل ما انا شايفين بالضبط ورح نعمل له ارسال الى الخلفية. وخلني اغير اللون لحتى يبان معنا. تمام? نختار لون. وبلا خط اطار. الان راح حدد الشكل المستطيل اللي شايفينه بالاخير. وكل الاشكال اللي انا رسمتها. كل هذه الاشكال اللي انا رسمتها. تمام? خلني اول شي انا اعمل لها تنسيق اه سلاسي الابعاد. بنختار احد اشكال النفر من هون. وليكون عندي ايام شان احصل على هيدي الحواف. تمام? ولا يكون معي بهذا الشكل تماما. بعد ما انتهينا بروح الى ادراج ومنختار طرح شو منختار? طرح بكون حصلت على المستطيل الكبير مفرغ على هيه الاشكال. الان بتوجه الى ادراج. ومنروح الى الصور ومنختار صورة من هذا الجهاز. ومندرج صورة تاني لعلى التعيين. وبخلي الصورة تكون بالخلفية. نقل للخلفية. لحتى احصل على هيدي الجمالية متل ما انا شايفين. هيدي الصورة وين صارت معنا? صارت معنا بالخلفية. بيمكننا نحن نستعرض الصورة باي طريقة بتناسبنا. خلني اكبرها شوي. نعملها شوية التفاف. للصورة. تمام? يا اصدقائي بهذا الشكل بيمكننا نحن يعني نستعرض صورنا باي طريقة. يعني بتناسب وبقدمها بطريقة جديدة. تماما. نحن الان لو شغلنا. راح نشوف فقط معنا هايدي الصورة بهاي الجمالية. الان راح نرجع الى المستطيل قمنا برسمه وتفريغه. وباجي الى تعبئة. ايضا نفس الموضوع بختار لون من الخلفية. او لون من الصورة اللي احنا اشتغلناها. تمام? لحتى نقدم صورتنا بهايدي الجمالية. وبهالبساطة بيكون سممت سلايدات باور بوينت احترافية بدقائق فقط لا غير. اتمنى ان شاء الله هذا اللقاء نال اعجابكم. واتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. لا تنسوني من التفاعل والدعم تجزو عني كل خير. والقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله والبركات.